يعني هذا قد يعتبر نوع من أنواع القتال بوسائل غير مباشرة لكن هي من ناحية أخرى وسائل تمسي البيئة أو تسيء إلى البيئة أو تفسد البيئة ونذكر ما جاء في قول الله تعالى خطاباً لنبيها عليه الصلاة والسلام في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين لماذا جاءت هذه الآية؟ الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخل أو ضعض النخل فقالت يهون كنت تنهى عن الفساد والآن تأتي أو تفعله أن هذا نوع من الفساد في الأرض فجاءت الآية لتبين العذر والسبب في ذلك أن هذا مما يحتاج إليه أو أنه إذا احتيج إليه في قتال العدو فذلك مشروع لكن أنا أضيف في مثل هذه القضايا في هذا الزمان هذه القضايا أخواننا تحتاج إلى تقدير المآلات تحتاج إلى بعد نظر والتفكير فيما وراء الحالة أو التصرف أو السلوك بمعنى قد نضطر أو قد نجد أن من الوسائل فعل هذا بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان جزء من الخطة تغوير الآبار الأخرى التي في ساحة المشركين حتى لا يشربوا منها ولا يبقى إلى بئر واحد هو بئر بدر ليشرب منه المسلمون أقصد أن هذا يقدر في ظروف المعركة لكن في واقعنا أنا أخشى من شيء آخر وهو أن عدونا مجرم ويبطش ويستخدم كل وسائل الإجرام وصحيح أنه لا ينتظر ذريعة حتى يعتدي ويجرم قد فعل كل أنواع الإجرام لكن نخشى أن يكون انتقامه أكبر بمعنى أنه أقدر على الإساءة في مثل هذا النوع الإساءة لأهلنا وإخواننا لذلك أقول هذا يعني الأولى أن نبتعد عنه سدا للذريعة والله أعلم